الميزانية كلام عن أنه بها عجز اللي هي 2019 والبعض أصلاً يعني عنده تشكيكات بأنه أخاف الإصلاحات الحزمة الأولى والحزمة الثانية من الممكن أنه ما تطبق الكثير من الأمور بها بسبب العجز هل تتحمل الأمور مزيداً من الإصلاحات فوق الحزمة الأولى والحزمة الثانية وما ننسى البرنامج الحكومي الإصلاحي اللي أعلن عنه سيد عادر عبد المهدي نعم تحية طيبة لكم وجميع مشاهديكم الكرام طبعاً واقع الإصلاحات اليوم نفكك المعادل اللي يعيشها اليوم ويعيشها السيد عادر عبد المهدي في واقع وجود قوانين مترهلة تعود إلى أقرابة أكثر من نصف قرن هي قوانين مجزقيات الثورة المنحل وبداية إعلان الجمهورية العراقية وكان نفس الشعب العراق كل أربع ملايين واليوم قرابة أربعين مليون هذا واحد من المعرقلات في أن نتقدم إلى الأمام في تقديم الخدمات لأبناء الشعب ونتطلع أن يكون عراق سوطاً بدول الجوار لا بدول الإقليمية ولا بدول عالمية الثاني وضع واقع تدخلات السياسية والحزبية أقصد فيها الحزبية الضيقة في عمل الأجهزة التنفيذية من أن يكون وزيراً وهذا الوزير مستقل لكن مربوط في عنقه هو حبل الحزب الذي سلمه هذه الوزارة وإضافة إلى واقع عدم الانسجام ما بين المدراء العامون في هذه الوزارة في عدم التعاون فيما بينهم هذا أيضاً من المعوقات التي تواجه السيد عادل عبد المهدي الأمر الثالث هو الأزمة المالية وربما العجزة الموجودة في الموازنة الاتحادية والأهم من كل هذا هو واقع الفساد المالي والإدارة المستشرفة في أغلب وبعض مؤسسات الدولة الحكومية دون رقابة والكل يتحدث عن واقع الفساد وسنضرب الفساد وأنه لا نسمع التصريح في أحد القنوات وفي الشريط حتى في قنوات فرم الموقرة أنه هنا ستعلن عن ملفات فساد كبيرة من أحد النائبات كفانة شر النائبات في العراق في هذا الجانب إذن نعرض عن أكبر ملف أو ملفات فساد من وقع على هذه الملفات الفساد ألا يوجد عليه تهميش من قبل مدير عام أو وكيل وزير أو وزير هذه وحدة إذن الموقع على هذه الملفات هو المتهم بالفساد